بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له منك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ذرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قرم آخرون فقد جاءوا ظلما وثورا وقالوا أساقير الأولين اتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تقول له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كلبوا بالساعة وأعتدنا لمن كلب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سجعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مفرنين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلب التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك بعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبرون من دون الله فيقول أنتم أغللتم عبادي هؤلاء أنهم ضروا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نفذك وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصفا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بصرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطط السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعر الوالم على يديه يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخل فلانا خليلا لقد أغلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم قرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردلناه ترطيلا ولا يأتونك بمثل إلا لئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون بزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوحل لما كذبوا نسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادهم وسهدوا أصحاب الرص وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا وربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوء أفلم يكنوا يرونها بل كانوا لا يردون نشورا وإذا رأوك إن يتقذونك إلا هزوا أهذا الذي معف الله رسولا إن كاد ليهلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وصوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتفذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثر من أشهر